إنقاذ المؤسسة من الوضعية الحرجة التي تمر بها وتفعيل التعددية النقبية داخلها نداء توجه به اليوم أعوان الخطوط الجوية التونسية المنظوين تحت النقبات الحرة والجامعة العامة التونسية للشغل إلى سلطة الإشراف إنقاذ المؤسسة وتكريس التعددية النقبية على أرض الواقع مطالب رفحها اليوم أعوان الخطوط الجوية التونسية اللي أكدوا أن المؤسسة تعاني من ارتفاع مديونيتها تجاه المؤسسات العمومية والبنوك أهلا دعين الناس كل كافة أعوان الخطوط التونسية إطارات كانوا طيارين بأي لون كان عندهم النقابي بيش يجيوا اليوم يشاركوا ويحاولوا يقدموا حلول عملية كيفاش ننظروا بالشركة هذية اللي هي رأي خبزتنا وخبزت أولادنا اليوم والغدوة والبعض غدوة يلزم اليوم تعددية نقابية نقابات الكل تخدم في مصلحة الشركة في مصلحة العون مطالب الأعوان اختلفت حسب اختلاف اختصاصاتهم لكن الهدف اللي جمحهم هو استبرارية المؤسسة وتحسين خدماتها أمام المنافسة العالمية عدم وضوح الرؤية متع الشركة خلينا نعكس هذه على خدماتنا في الطائرة وحتى المسافرين بعد ساعات يلاحظوه وكل شيء احنا في الوقت الحالي مطالبنا الشخصية دا زينها التالي احنا نحبه شركتنا تقدم مطالبنا طوى لول هو ادماج العسكريين حسب القانون الاساسي المؤسسة والاسراء به الثاني هو هيكلت الخطوط الفنية التونسية حتى تكون قادرة على المنافسة ومن مطالب الأخرى اللي تم رفعها تتمثل في تفعيل اتفاقية 3 فيفري 2011 القاضية بين صغار الفروع ورجوحها للشركة الأم وفتح تحقيق حول شركات الكاترينج وآيزا وملفات الفساد هناك العديد من ملفات الفساد اللي لسلطة الاشراف حريصة واحنا كعمال نحبه الاسراع بتفعيل معانت وأخذ معانت القرارات القضائية الضرورية في فاحة الفساد الاجتماع هذا اجهد بعض التشنج أمام تعدد المطالب واختلاف الرؤى والمواقف الثابت وحسب ما أكدوه الأعوان أن المؤسس مر بوضع صعيب يقتضي فتح ملف الخطوط الجوية التونسية خاصة أمام تراكم المشاكل اللي تهدد مستقبل المؤسس